اسم التجربة الإزاحة الزاوية الهدف من التجربة قياس مقدار الإزاحة الزاوية عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند استعمال الأدوات أدوات التجربة دولاب دراجة مصطرة مترية شريط قياس من القماش قلم خطوات إجراء التجربة نقيس نصف قطر الدولاب بواسطة المصطرة فنلاحظ أن نصف القطر R يساوي 14 سنتيمتراً نضع علامة نقطة على أحد جوانب الدولاب عند الطرف العلوي نضع الدولاب على الأرض على أن تكون علامة النقطة إلى الأسفل ندير الدولاب دورة واحدة ونقيس المسافة التي تحركها الدولاب على الأرض فنلاحظ أن المسافة D تساوي 88 سنتيمتراً ومن خلال العلاقة الآتية يمكن إيجاد المسافة المقطوعة النتائج يرمز لزاوية الدوران بالرمز ثيتا ويسمى التغير في الزاوية في أثناء دوران الجسم الإزاحة الزاوية ولتحديد العلاقة بين ثيتا والمسافة المقطوعة نستعمل القانون الآتي D يساوي 2 باي R حيث D تعني المسافة المقطوعة وR تعني نصف القطر وباي ثابت رياضي يمثل نسبة محيط الدائرة إلى قطرها ويساوي 3.14% ترجمة نانسي قنقر